السلام عليكم متابعين ليلة تيفي الاعزاء وبعد ما عرفنا ان مصطفى كان عاوز يموت علي بس المحاولة بتاعته فشلت بس هيحصل في الحلقة دي اللي يكسر علي فعلا تابعونا عشان تعرفوا ملخص كامل حلقة رقم 16 وما تنسوش اللايك واشتراك تبدأ لنا الحلقة بمفاجأة كبيرة جدا جدا بان عزيزها وعلى الارض وبنتها بتشوفها ملع وبتلاقيها فعلا ماتت وبتقول لها قومي يا امي قومي وبعد كده عساف هنا بيتكلم مع فاطمة وفاطمة بتقوله على الموضوع اللي بينها وبين حمزة وبيتفقوا من اللي داخل عليهم بيلاقوا بنت اخته وبتقول له الحقني الحقني امي ماتت امي ماتت بيروح بسرعة علشان يشوف عزيزها فعلا ماتت ولا لأ بيلاقيها بالفعل ماتت بيرفع الغطة من على وشها وبيقول لها انا زعلان جدا واول معرفة بكيت وكنت زعلان منك ان كل المدة دي متشوفينيش في السجن انتي لسه موجودة في قلبي وعملي عيط وهنا امه علي بتكلمه بسرعة وبتقول له يا علي الحق عزيزها ماتت يا علي عزيزها ماتت وعلي بيسمع الكلام دوت وبيتصدم اللي بيسمعه وبيفضل يعيط علشان هو كان بيحبها جدا بدل يقول حبيبتي ماتت حبيبتي ماتت ونفسي اشوفها بس بس الكلام ده مش هينفع وبيقرالها الفتحة هنا غفران قاعد وحمزة بيقول له ما بتتكلموش ليه فبيقول له هتكلم في ايه وجليلة بتقول له انت مش فارغ معاك اللي حصل علي ومش زعلان انا زعلان انه حصل من ورايا قالت له ان انت لو كان مات ما كنتش زعلت عليه قال له او ما كنتش زعلت عليه فبتدهي من الكلام اللي بتسمعه بتقول له انا اخواتي اهم حاجة عندي واللي عادي إخواتي كأنه عداني بالضبط وبتتدايق وبيجي لهم خبر إن عزيزة ماتت فبتقول يلا علشان نروح نشوف هنعمل إيه فبيرد على أبو الله مش هتطلعي ولا هتروحي في أي مكان والكلام اللي هقوله هيتسمع أما هنا عاديين بيحققوا مع مصطفى وبينكر برضو إنه هو اللي وراء ضرب النار عالكمين وبيقول لهم هو علي اللي عمل القصة دي كلها علشان كان فيه حكايات قديمة بينه هي بقى أمرت إنه هو يفضل محبوس وبيقول لابو أعمل أي حاجة قال لنا رحت العساف ومرضيش يساعدني ثاني بيقوله إن عزيزة ماتت بقوله أعمل أي حاجة وخرجني من هنا أما هنا بعد ما دفنوا عزيزة بياخدوا العزة بتاعها وإن مرز علان إن ما فيش أي حد من عنده غفران جه يعزيهم وهنا مراته جت فراح علشان يكلمها بقول لها كنت هزع القوي لو أنت كمان ما جتيش وبعد كده بتقوله مش أنت اللي بعدت عننا قال لها المفروض أنت اللي تيجي مكان مجوزك قاعد تعودي معاه وإنت خايفة على زعلهم ومش خايفة على زعلانة وما حدش بيدور على مصلحته لازم تدور على مصلحتك وتيجي تعودي معاه قالت له أنا مش ععد في بتاع الساف قال لها لا أنت قاعدة عند جوزك في المشهد ده فاطمة بتقوله ليه ما رحتش العزة بتاع أختك قال لها الحزن في القلب والناس دي كلها بتضحك على بعضها وأنا زعلان عليها بس جوه في قلبي وبيقول لها لازم نكمل كلامنا اللي كنا بنتكلمه قبل ما اسمع خبر عزيزة وهنا بتروح دهب علشان تعزي وبتقول لها أنت لازم تجيبينها هنا لتلاققها طبعا مش أهل جوزي وهنا بنت عزيزة عمالة عيط وبتوسيها وبتقول لها يا بنتي ما تزعليش وأمك مواصياني عليك قبل ما تموت وأنا خلي بالي منك هنا بره بتقول لها كويس إنك ما روحتيش وبتقول لها أنت وغفران مش نقصين مشاكل أكتر من كده وكويس إنك سمعت كلامه وبتقول لها هو أنت هتختاري مين أما هنا في المشهد ده بتحصل للمفجأة الكبيرة حمزة بيروح لسليم وبيقول له ملكش دعا فاطمة وسليم بيقول له لأ أنت ملك بيها قال له دي بتحبني أنا فبعد كده بيمسكوا في خناق بعض هما الاتنين بيجي عموما علشان يحوش عنهم وبقول لهم ما تعملوش كده قدام الناس أما هنا بقى مراتني ماري بتسمع كلامه وبتقول لها أنا هروح أعيش في بيت جوزي وأختها بتقول لها ليه هتعملي كده قالت لها بابي مفتوح وعاوزت شوفين نتعالي في أي وقت أما في المشهد ده في البيت عند علي عساف بيبعد يجيب عمو وبيقول له أن بنت عزيزة هتفضل قاعدة هنا في بيت علي وبعد كده بيقول له أن أبوها مسجون ومفيش أي حدا هيخب باله منها وهتقعد هنا مع ستها وجدها بيقول أبوها لسه عايش ما ماتشي وبيسيبهم وبيمشي أما هنا في المشهد ده يسري بتروح بسرعة لدهب علشان تفرحها وتقول لها أن عساف طلب إيدك من بكري تفرح وبتقول لها طب بكري قال إيه فبيجي وبيقول لها أنا عاوز منك طلب لو نفستيه هقبل بالجوازة دي بيقول لها أنا عاوزك تعرفي منه وما كان الدهب بتاع الأغراب اللي هو مخبيه وتقوليلي ولازم تسمعي كلامي أنا ولو ما سمعتيش مش هوافق على الجوازة دي هنا علي بيقول للبنت عزيزة قومي يلا فضي شانت تدومك وما تعيتيش وإحنا هنخلي بالنا منك وهنا علي بيقول للأمه أنا مكسور وزعلان جدا وعساف هو السبب هو لما رضيش خليني أتجوز عزيزة من زمان الله يسمحك يا عساف بيبصوا بيلقوا أن غفران وجليلة وجايب معاه حسيب أخوها وأمها وبيقول لها البقاء لله يا خلتي بتقوله البقاء لله يا ابني وبيقول البقاء لله يا علي وبعد كده بيقوله أنا عارف الوقت ده مش مناسب بس عاوزك تتصل بعساف وجيبه علشان يشوف جليلة هتختار مين وعلى المشهد ده بيكون آخر مشهد في الحلقة بتاعتنا واستنونا في حلقة جديدة علشان نشوف جليلة هتختار مين وما تنسوش اللايك والاشتراك شكرا لكم باي باي